500 ألف دونم خارج الخطة الزراعية في كاركوك ألاف الأطنان من الحنطة تنتظر أن يتم تضمينها للموسم التسويقي الحالي فاللحون أكدوا لمراسل الرابعة في كاركوك مهند التميمي أن محاصيلهم قد تذهب أدراج رياح في حال تم إبقاؤها خارج حدود الخطة التسويقية التي يؤكد المسؤول أنها متخمة ولا تتقبل المزيد 500 ألف دونم هي مساحة الأراضي الزراعية المتبقية في كاركوك المزروعة بمحصول الحنطة تنتظر دورها بالحساد كونها مهددة بالخطر في حال تأخر استلامها من قبل المراكز التسويقية فاللحون يطالبون بإدراج الأراضي غير الداخلة بالخطة الزراعية ضمن الموسم التسويقي الحالي هناك 250 ألف دونم نطالب بإدراجها ضمن الخطة الزراعية لأن الفلاح في هذا الفترة يعاني من أولا من نتيجة الحرائق والأمطار للجو المتقلب لذا نطالب من الحكومة بإدراجها بأسرع ممكن توجد مساحات غير داخلة بالخطة الزراعية بالتسويق ونطالب الحكومة بإدخالها بالخطة وتسهيل تسويق إلى الدولة نطالب الحكومة الفلاحة اللي يحترك زرعه وأن تعوضوا لأنه كل ما يملك خلاب هذا الزراع بلحظة وينحرك بعد يظل على بساطة المروة مدير دائرة الزراعة في المحافظة أكد أن جميع الأراضي غير الداخلة في الخطة الزراعية يتم جردها وفق تعليمات وزارة الزراعة ليتم تحديد كميات الغلة وفق الإحصائيات المعدة مسبقا مبينا إن مراكز استلام محصول الحنطة مفتوحة أمام الفلاح لكنها لا تكفي أمام الوفرة الحاصلة في الإنتاج يتم جرد جميع الأراضي الزراعية لخارج الخطة الزراعية والليجسة التي لديها علاقة قانوني مع الأرض وتحديد كميات الغلة وأيضا إعادة النظر في كمية الغلة الموجودة سابقا لدى الفلاح وتحديد كمياتها بالقرص المعادلة والمرسل إلى وزارة الزراعة عندنا مراكز التسويق في محاول كاركو قليلة ثلاث مراكز تسويق عندنا يعني نحتاج إلى دعم وزارة التجارة بفتح مراكز أو دعم الكوادر الموجودة لموظف وزارة التجارة للإسراء في عملية الاستلام لأن كميات الموجودة في محاول كاركو كميات كبيرة جدا يحتاج إلى الإسراء في عملية الاستلام وفرة إنتاج محصول الحنطة بات مصدر قلق للفلاح في حال تأخر استلام محصوله من قبل المراكز التسويقية تقلبات المناخ والحرائق يراها مراقبون أخطارا تهدد الأمن الاقتصادي القومي من كاركوك وانادي التميمي قناة الرابعة ترجمة نانسي قنقر